بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء طلاب المتميزين وكلية بغداد وياكم الأستاذ يوسف الجعفري لتدريس مادة الرياضيات هذه المحاضرة صح تعريفية بس محاضرة جدا مهمة رح نحكي بيها تفاصيل هذه السنة اللي رح نكون سوية بيها رح نحكي من كم درجة عن الرياضيات شن الأفصل من الرياضيات المواضيع اللي يحتوي على كل فصل زائدا النظام اللي رح تتبعها هاي السنة النظام اللي لازم تلتزم بي حتى المية تكون سهلة كلش بنهاية السنة رح نتعب سنة كاملة رح تشوفون نظام الامتحانات نظام الهوموركات نظام الوزاريات فالشي حتحسه متعب بس بالأخير رح تحس بالتعب يجي شهر رابع أنت الرياضيات رح تخليه تقول ما راجعة ما حتاجة راجعة رح نبدي أول شي فت تعريف على الأفصل اللي حناخدها بالرياضيات كم فصل ويهمني لتعرف كل فصل كم درجة عليه على منحتي لازم تعرف الثقل ما الرياضيات بالتفاضل الثقل ما الرياضيات خليه نقول بالفصل الرابع احنا ما رح نحدد يعني نخص فصل معين لا احنا رح ننطي كل فصل حقه بس اكيد لازم تعرف كل فصل كم درجة عليه أول ما رح نبلش هذا اللي قدامكم عبارة عن ست شابترات حيكون الشابتر الأول اللي هو الكمبلكس نمبر رح نجي عليه بالتفصيل اللي سعلي عشرين درجة الشابتر 2 الكونك سكشن عليه عشرين درجة شابتر 3 اللي هو واحد من أمتع الأفصل بالرياضيات جدا فصل ممتع عليه أربعين درجة شابتر 4 الانتغريشن تكامل عليه ثلاثين درجة شابتر 5 فصل جدا بسيط يعني بسيط جدا يعني ثمان محاضرات عشر محاضرات يخلص بس عليها عشرين درجة والشابتر الأخير اللي أغلب الطلاب يضوجون من عنده اللي تعرفوه والكورولار يمالتها يتركوه على بوحفظيات احنا رح نتبعها سنفد اسلوب معين حتى نمشي هذا الفصل همينا عليها عشرين درجة الطالب حيقول احنا رياضيات امتحنا من مية اذا تجي تجمع هاي الدرجات و تدور وراي رح تلقاها مجموعة هجقة ساها 40 و 40 و 80 وهنا عندك 50 ب 20 هجقة صارت 70 يعني كل هجقة يطلع 150 حلو بالرياضيات شنو بغض نظر عن المادة مو صعبة ومادة مو حفظية ومادة فهمية انه 150 درجة رح تجي بالامتحان ان شاء الله 15 فرق اتكم ترك 5 أفرق هذا الشي مريح بالنسبة للطالب انت يطال بس تجيب لدعش سؤال خلي ترك واحد يحس بامان فانت عندك 15 فرق تترك 5 أفرق يعني 150 درجة تترك 50 درجة وتبقى لك 10 أفرق اللي هي 100 درجة تجواب عليها بكل سهولة ان شاء الله هذا بالنسبة بالصورة عامة على الأفصل والدرجات اللي رح تجعلك الفصل الثقل الأكبر اكيد تشوفوه هنا بالدفرنشييشن بالفصل اللي هو تطبيقات التفاضل فصل جدا ممتع درجة 40 ثقيلة رح ننطي وقت كافي وعدد محاضرات كافي حتى نتعمق بهذا الفصل نجي نسولف الساعة على كل فصل شنو محتوى كل فصل أكيد تمر رح يضال لبالك يعني سنت خمرة ريتك تحفظها لا هذه فد مقدمة بسيطة على كل فصل حتى بعدين نسولف بالنظام مع الامتحانات أول شابتر رح نبلش به هو أكيد شابتر 1 اللي هو الكمبليكس نمبر الكمبليكس نمبر مثل ما شفته قبل شوية عليه 20 درجة تنقسم نصفين احنا من حناخذه انت كطالب بعدين رح تعرف من نمش في الفصل عبارة عن عشرة بعشرة يعني هذين المواضيع يعني مرتبطات ببعض وهذه المواضيع حمينا نفس نفس الأساس مرتبطة واحدة وثانية نتعرف على الكمبليكس نمبر كمقدمة شنوى الآي مين اجا الريال نمبر اليماجيني نرى نمبر رح نفتهم السالفة نفتهم مين اجا بعدين نبدي نفت بالمواضيع اول شعرنا السمليفاي او الput in the normal form او standard form عدنا هذا الموضوع مهم ريال اكس اند واي يعني نطلق قيم اكس واي سكوار روس جذور التربيعية شون احل سوليوشن أو في كوادرات اكويشن شون احل معادلة تربيعية وهذا الكل يعرفه اللي هو الدستور بس احنا السراح نتجه باتجاه complex number شنوى العداد المركبة formation of quadratic هو يجين شون عاني اسوي معادلة تربيعية و اكفض موضوع بسيط جدا المحاضرة واحدة اللي هو organs form هذي الفصل الاول سبع عدد مده احشان دهشة كدرجات فقط و كتقسيم مواضيع كعدد محاضرات بعدني ما اعرف شوية شوية نجعلها يسالفة الجزء الثاني واحد من الموضوع المهمة اللي هو تعرفوه سأسمعون به هاي الديموفر نبلش طبعاً أول شي بالبولار فورم نحتاج عالم الديموفر بعدين عالم من العلماء طبعاً ديموفر عند فد مبرهنة فديموفر ثيورم هاي مبرهنتي رح ضل ببالك وشنو هاي الجعفري ثيورم رح نحكيها إن شاء الله وهنا عدنا الديموفر كورولاري اللي هي نتيجة مبرهنة ديموفر هاي الموضوعين كل موضوع عالي عشرة قبل لنخلص أكو عدنا موضوع اللي يسموه كيوب كروتس أوف انتجر الجذور التكعيبية اللي الواحد الصحيح اللي يسموه أوميغا هذا لازم من أخلص المادة كلها لازم نقرأ أوميغا ليش؟ لأن هذا الموضوع يربطوية كل مواضيع الفصل الأول فلازم أخلص وأختم وكل شي تمام ونمتحن الجوز فاينال همينة يلا نروح على موضوع اللي ما يسمى دارج أوميغا اللي هو أصلا الجذور التكعيبية الواحد الصحيح الكيوب كروتس هذا فيما يخص الفصل الأول عشرين درجة هسا بعد شوي رح نعرف عدد المحاضرات اللي رح نحتاجها حتى نخلص هذه العشرين درجة وبعدين نحجي بالنظام مع الامتحانات أحد الشابترات اللي تعتمد هنا عن الرسم وهمين على الفهم حفظ ما يفيدك أبداً هو يتفرعات بي اللي هو الكونيك سكشن الكونيك سكشن طبعاً هي القطوع المخروطية اللي هو أحد أو هذه الفصل الثاني هو تكمنة ترى المواضيع الفصل الصف الخامس بالصف الخامس درست أحد الكونيك سكشن اللي هي الدائرة قطع مخروط الدارة يعتبر شنو قطع مخروطي ليش سمو قطع مخروطي كونيك سكشن رح نعرف بعدياً في تلف مواضيع السيركل بعد ما مطلوبة من عدتكم عدنا البرابولة قطع مكافئ الإلبس الناقص الهاي بربولة هاي هنا ناكو أي بعد هذا هو القطع الزاد تلاث قطع رح ناخذها وندرسها بتفاصيل مملة والفصل همينا عليه عشرين درجة تمام؟ يعني هذا شوية بموازات الفصل أولا كعدد محاضرات وكدرجة وكتفاصيل نروح على واحد من الأفصل المهمة جداً اللي هو شابتر ثري الابلكيشن أوف دفرنشيشن تطبيقات التفاضل هنا أنا ما قدرت أكتب كل تفاصيل المواضيع أحسر رح تشركيها رح نبلش أول شي كبداية أكيد أساسيات الاشتقاق اللي أنتم أخذيها بالصفة الخامس بس أنا كل ما نطريقتها بعد بطرح المادة أول ما رح نبدي رح نبدي أساسيات يعني هاي المحاضرات ما تنحسب على التفاضل لأنه ما رح يجي يقولك يا با تعالي اشتق لا ماكوش منطق رح كل موضوع من موضع التفاضل بها اشتقاق فكأساسيات أنت حتى تبديد بداية صحيحة أدنا مثلا أساسيات بالاشتقاق أوكي ورح أول موضوع رح يجعل لي درجة طبعا نكون موضوع اللي يسموه المشتقات ذات الرتب العليا الـ High Derivative هذا هم ينفذ موضوع هو إلى علاقة بالمشتقات فهو يلأ أساسيات يعطاه كموضوع مهم ومية بالمية رح يجي بالوزارة Related Rights معدلات المرتبطة بالزمن موضوع فهم رح ينشرح بطريقة مجسمات أول مرة رح تنطرح هاي المادة طرح قبل بس بالنسبة لكم كمتميزين رح تشوفون مو رياضياتها بس أرقام أرقام وحلوا لا 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 حتشوفون مجسمات حتشوفون Related Rights وتفهمها فيهم بعدها رح نروح على أكو Two Theorums اللي هي مهمات Rolls Theorem والMean Value Theorem هذن الموضوع نهم يعني نحتاج أساسيات الـ Continuity والDifferentiability اللي هي استمرارية وقابلية اشتقاق اللي همين أخدته بالصف الخامس بس ما تيجي تحتاجها هنا تشوفون دا أقول لكم مواضيع أنا مكاتبها كأسماء بس هي ضمنيا تحتاجها هنا بالملزمة هتلقى مثلا قبل Rolls والMean Value Theorem رح تلقى Continuity والDifferentiability هذا مو موضوع ما السادس هذا أساس حتى تبلش بدني المواضيع بس كمواضيع لو هذا لو هذا يجع عليه عشر درجات وراها موضوع كلش بسيط اللي هو Approximation التقريب أو ما يسمى بالCorollary of MVT هاي دير بالكم هذا المختصر مالتا Mean Value Theorem الكورولاري النتيجة مالتا احنا نسميه عادة التقريب اللي هو Approximation بس هذا الاسم ما الكتاب هذا جزء هذا يعتبر جزء من التفاضل يعني هتشوف الموضوع حتى من ترابطه هذا عليه تقريبا هنانا عشرين درجة رح يجي هاي الكم موضوع بس قلت لك كل موضوع يحتاج أساسيات بسيطة هذا عليه عشرين درجة رح نروح وراها باتجاه ثاني تفاضل همينا تقريبا ثلاثة إلى أربع مواضيع إن شاء الله بسيطة اللي هو واحد من أهم المواضيع هذا اللي يجي دائم بالوزارة Conistance ثوابت ABC تكون function معينة مجهولة لازم نلقى قيمتها بس همينا قبل لا أبدي بالConistance استهواحد يقول شنو هذا أستاذ ما يعرف أكو مواضيع Increasing و Decreasing والConcave Up Concave Down لا أذنني الآن يعتبرها أساسيات واصلا أنت همينا ما راح تجي راح تمر بعدين عليها مرور الكرم حصير لدينا أساسيات للفصل فقبل لا أبلش بالGraphing والConistance سأدنا فهذا شي اسمعنا Increasing و Decreasing Maximum Point و Concave Up Concave Down والInflection Point تقاعر تحدى ونقاط الانقلاب هذه أساسيات حتى نبلش بموضوع الConistance وبعدين الGraphing function راح نرسم دالة خط بإيدي لا إحنا راح نطلع كل تفاصيل هاي الدالة ورح نرسمها ونبين هاي النقاط الحرجة هذا موضوع ببحدة راح ناخذه بالسادس وراها Optimization Optimization Problems هذا مواضيع جدا مهمة لازم يجيب الوزاري هذا وهذا Related Rights فهم حلو و Optimization Problems هم ينفت شي جدا حلو هذه المواضيع اللي تجي بالوزاري بس خلف الكواليس قلت لك أكو أساسيات راح نطرحها يعني نضخف على نفسك كل شي راح ينطلح بالمادة بس كاتب لك المواضيع اللي راح تجي بالوزاري 20 ب 20 40 درجة على التفاضل فرح يأخذ عدد كافي من المحاضرة تصل إلى 50 محاضرة حتى تنضبط هذه المواضيع نوصل Chapter 4 اللي هو Integration اللي هو التكامل ما يقول لك التكامل عكس التفاضل لا هاي سالفة يعني أوكي هي كقاعدة كعملية أي شون تجمع عكس طرح الضرب عكس القسم بس كمواضيع لا يعني ماكو واحد يقول لك والله إذا ما ضابط التفاضل ما راح تضبط للشابتر الرابع لا ماكوش منطق مواضيعها من فصلات راح نبدي بداية بسيطة فهذا موضوع بسيط قبل لا أروح على التكامل الانتغريشن أغلبيتكم شايفي راح نروح ونفوت هذا موضوع شايف راح نروح ونفوت فهذا مقدم على الانتغريشن لي شنو أصلا معنى التكامل اللي هي الريجين باوندد باي كيرفز راح نحسب الارية بدون استخدام التكامل تمام هذا فهذا موضوع يعني عابر بداية فهذا مقدم للتكامل من الموضوع اللي تجيب الوزارة هذه اللور عند أبر الريكتانجلز ما جاميع عليا وسوف لا يسموها همينا هذا أساس أساس ما التكامل يعتبر منها راح تبدي منها هذا الانتغريشن رولز طبعا أنا مقسم التكامل تقسيم يختلف عن الكتاب أنا أمشي هذا الفصل حسب ما أنا أشوف أسهل للطالب الانتغريشن رولز هذا راح نتعمق بيه نحتاج هوايا محاورات أساسيات التكامل كل قواعد التكامل الدواء المثلثية فهذا موضوع يعني جدا سهل بالنسبة للطالب الانتدريفاتيف هذا ما نحكي به السه آخر شي ذلك ثلاث مواضيع يسموها تطبيقات التكامل حندرس تكامل وقواعد زيان هذا بيش يستفاد من عنده أول شي بعد أنا كتبت بس مختصر أريا لأن الأريا هي مو أدي موضوع واحد عندي أريا باوندد بايا كيرف عند أكس أكس يعني المساحة اللي تكون محددة بمنحة لمحور سينات وأكو أريا باوندد بين تو كيرفز تمام فأنا عفت الموضوع سميت أريا وخلص رح نحسب باستخدام التكامل مساحات مساحات شنو بعدين رح نعرف عندنا موضوع هميني تطبيقات هو يعتبر اللي هو Distance Velocity Acceleration مسافة سرعة تعجيل اللي ما أخذيها أصلا أنتوا حتى بالفيزياء ورح نختم الفصل إن شاء الله بالRevolution Volume يصير عده حجم التكامل رح يقدر يحسب هذا الحجم هذا هي كمواضيع الفصل الثالث عالية 30 درجة قلت لكم علي 30 درجة يعني بقعها 30 والفصل الثالث ثالث ورابع ثانية 70 درجة صارت تمام نص الدرجة هي بالفصل الثالث ورابع اللي لازم تنضبط راح نروح على Chapter 5 قلت لك سهل الموضوع Differential Equation لمعادلات التفاضلية هنا أنا أكو 10 درجات عدنى 20 درجة علي 10 درجات أنا فد موضوع يعني تضحك أنا سمي طريقة علاوي راح نشرحها أكيد حتى المتميزين اللي هي Prove Show يعني فد تفاصيل راح نحكيها بالفصل بس هو فد شي سهل إن شاء الله هنا ورها عدنا Solve أو Solution of Differential Equation شلون أحل هاي Differential مختصر بوارتها شلون أحل معادلات التفاضلية شنو معنا أصلا معادلات تفاضلية قلت لك أنا سبس دا أطرح رؤوس أقلام ما رد أفهم كل موضوع خموصة هناك طريقة Separation وال Homogeneous صال يعني هاي السنوات الأخيرة كل ال Homogeneous محذوف فالطلاب ما يعانوا نكيد من هذا الفصل حتى وان دخل ال Homogeneous هاي سنة راح يبقى فصل بسيط لأنه عدد محاضرات قلت لك يعني ثم محاضرات ثم محاضرات بسيطة حتى من أساسيات إلى آخر موضوع ثم محاضرات تعتبر بسيطة آخر شي راح يجينا Space Geometry الهندسة الفضائية اللي هاي المبرهنات سسموها Theorem هاي طلاب أغلبية طلاب يعني تركوها هل هي صعبة لا ليش لأنه محترماتي للجميع الأغلبية يقول لهم روح حفظوها روح حفظ المبرهنات وهي السالفة مو حفظ المبرهنات خاصة Theorem مو حفظ فهم راح نفتهمها بالعربي لازم أن هي شرح بعضين راح تشوفها المبرهنات مكتوب باللغة مالتك بالإنجليزي واشرح لكها بالإنجليزي يعني راح تنشرح ثلاثة أربع مرات قدامك هذا الموضوع الفصل الشابتر عليه عشرين درجة مو قليلة بس أنا أقول لك إذا بقى للأخير باعتباره هو آخر شابتر راح يصير الموضوع صعب ورح توصل لمرحلة بعد ما راح تلحق أصلا تقرأ فهنا راح نتبع في هذه الخطة أنه هي إحنا عندنا يعني هاي لا أسموها ما لكبير نتسأل Daedral Angle and Perpendicular Plane Daedral Angle راح نتعرف عليها الزاوية الزوجية والمستوية المتعامدة Orthogonal Projection on Plane الإسقاط العامودي والSolid الSolid موضوع رياضيات يعني حسابات بس هذني حلوة مو صعبة بيها حفظ بيها فهم الحفظ ببعدها مايفيد الفهم ببعدها مايفيد الثيانات يلا تقدر تضبط هذا الفصل لا أحد يقول لك روح حفظها ما تقدر ولح أنا نفسي أنا أقول لك أقول لك روح فهمها لا ما تقدر هم يعني فهم وبعد ينحفظ ثياناتها راح نطلع بنتيجة حلوة إن شاء الله بهذا الفصل هذا الفصل راح نتبع أنه كل شهر كل شهر يا عشر أشهر راح نطلح نسوية كل شهر راح نأخذنا مثلا مبارهنة هي كلها أكون خمسة ثيورمز هنا وأقول التماريمات والأمثلة المحلولة يعني كلها تطلع خلينا نقول عشرين مثال أنا يهمشي نضبط أول شي البداية المبارهنات محاضرة نتعرف على شنو معنا الـ افتهمنا بعض الشغلات حفظنا معنا الـ ورحنا على تعرفنا عليه بمحاضرة خليها شارية ما كنت المحاضرة قلب بيها واتعمق بيها وراها راح ننزل مبارهنة وكل أسبوع جزء نمتحم بيها توصل أنت نهاية شهر الثالث لمفروض يجي دور هذا الفصل أنت ثلاثة أربعة الفصل مخلصة بس نجي نسأله مراجعة نسأله مراجعة سريعة ونكمل هذا الموضوع السولد اللي هو رياضيات يعني ما يخوف هذا مجرد قوانين وتطبيقات مباشرة هذا هو محتوى الرياضيات كشابترات ست شابترات طبعا هذا الفصل عالي 20 درجة ما مكتوبة هذا 20 درجة فإذا راح تجمعها قلت لك التوطل سيكون عبارة 150 درجة ترك 50 يعني حتى هذا الفصل إذا مو كلش خلنقول واحد ضابطة بس إحنا هذه السالفة ما عدنا مو يميها هذه السالفة يعني تقدر تاخذ مية بكل سهولة بالرياضيات على هالأساس أنا هسة حتى أجي أصطمك بعدد المحاضرات اللي حنزلها يعني هذا الأسلوب هساني صالك صالي ساعدها عالمود أجي لا تنصد من عدد المحاضرات تريد الضبط الرياضيات تحملني شوية عدد محاضرات هواية إي بس سرح تحدي لك تفاصيل هاي المحاضرات نجي هسة على كل شابتر عرفنا كم درجة عليها وهذا رح تلقى بالملزمة بكل ملزمة بداية كل ملزمة كل شابتر شنو مواضيع وشكال درجات عليها بس قلت لك أنا كأستاذ يعجبني تعرف أنت تفاصيل ماذا لها الدرس هاي الشابتر الأول هاي مو درجات بعدها هاي عدد محاضرات الشابتر الأول هذا فد رينج معين حسب الظروف طبعا حسب إذا أريد أشرح لي فد محاضرة إثرائية أريد أنطي أسئل أصعب حسب الظروف فأكيد فد رينج إحنا ما نعلم بالغيب هي حسب خطة طبعا أكيد نشتغل بس فد رينج معين من إله يعني أنا هاي السنة 2023 شننت أريد أخذت من الفصل الأول بأربعي محاضرة صارت ثلاثة أربعي محاضرة طلاب أراد وبعد أمثلة على فد موضوع معين زادت على المحاضرات فإن شاء الله أنتو كم متبيزين جوز حتى أقل بكل تفاصيل طبعا بكل وزارياته شابتر الثاني من 30 إلى 35 شوي أبسط شابتر الثري كل ما تزيد عدد محاضراتها كل ما حصل لأنها فيهم من 45 إلى 50 وقد تصعد فوق 50 محاضرة الشابتر الرابع هيكون إن شاء الله سلس بالنسبة لكم التكامل من 25 إلى 30 محاضرة وشوي يجوز أكثر شابتر فايف قلت لكم فد شي بسيط يعني سبع محاضرات خمس محاضرات ثم محاضرات حسب أنا يعني بدون حذف أنا شرحة ثلاثة أربع محاضرات صار عندنا موضوع واحد زيادة خدنا نطيف محاضراتين ثلاثة فمن خمسة إلى سبع محاضرات والشابتر الأخير من عشرة إلى اثناعش محاضرة رح نحتاج قلت لك هذا رح يمشي خلال السنة يعني بقى هي عشرة محاضرات مثلا أساسية ضرورية هاي كلش مهمة هاي أنت كل شي رح تأخذ لك محاضرة هاي الخطة اللي أنا حمشي عليها هاي سنة حتى أول شي لا أتأخر ولا أنت توصل مرحلة بالأخير أنت تعبان نفسيا من المواد كلها تعبان من الرياضيات تجي تقرأ مبرهنات تقرأ الثيورة هاي أكبر غلطة يسميها الطالب التوتل مع المحاضرات تقريبا بصورة سريعة من 150 إلى 170 محاضرة بالسنة كلها اللي هي 10 أشهر من شهر السادس واحد ستة إلى خلينا نقول واحد أربعة مفروض نحن نختمين حتى تكون مهيئ قدك شهرين تراجع بيها الـ اجل قد نحتاج محاضرات من 3 إلى 4 يعني إذا نحسب سابع رب 3 محاضرات بالأسبوع يعني تقريبا بالشهر الواحد إذا نقول 12 إلى 13 محاضرة 4 أسابيع فيه 13 12 مرات تصير 13 13 محاضرة تضروع فيه 10 أشهر أوكي 130 محاضرة يعني حتى ما حققنا المينيموم اللي يحتاجه أوكي فيعني مرات 3 محاضرات بالأسبوع مرات 4 تعتمد على شنو على سهولة الموضوع وصعوبته يعني أنا يعرف مثلا الموضوع اللي هو بالشابتر 3 ما يتحمل نزل مثلا 4 محاضرات بالأسبوع ما يتحمل موضوع ما يتحمل موضوع يراد لوحد يقعد يفهم ويقعد كل محاضرة يتعمق بيها فلا 3 محاضرات ستكون أكو موضوع الابروكسوميشن جدا بسيط يجوز 5 محاضرات عادي بالأسبوع كلش طبيعي فأنا راح هتحكم بعدد المحاضرات حسب الموضوع حسب سهولته وصعوبته أكو بالفصل الأول والله حتى ما يحتاج واحد يشرحها محاضرتين يعني نزلها مرة واحدة تكون وبالإضافة إلى أكو أصلا موضوع نزلت محاضرة أولى هي عبارة عن شرح ما تقدر تفتهمها إلا وياها أمثلة فتنزل محاضرتين بنفس اليوم تمام فهذا اللي أعاقص ده أنه من 3 إلى 4 محاضرات حسب السهولة والصعوبة وحسب أنا ما أقدر كموضوع فعدد المحاضرات هتقوله هواية أوك عجوياك إحنا سمنا هنبلش تشابتر 1 تشابتر 1 أول 3 محاضرات هي عبارة عن أساسيات الكمبلكس نمبر اللي هي عيب بعدين واحد يروح يباوعها عيب يعني ما حتروح تباوعها أوك 3-4 محاضرات يجوز ديموفر أول ما أبلش بي البولار فون محاضرتين ثلاثة تحس صعب أو شيء بعدين من نروح الديموفر رح يصير عندك روتين البولار فون بعدين ما تحتاجه فصح هو هاي 35 إلى 4 محاضرة بس هاي رح نشرح بها دقة تفاصيل بعدين قلت لك أكو تفاصيل مملة ما رح تحتاج تشوفها زيان استاذ هوايا عدد محاضرات أوك محن أنت هذا خلال خلال عشر أشهر رح تقدر سيطرة على هذه المحاضرات جيت وتريد تراجع مثلا خمون تقعد تقرأ لـ 35 محاضرة لا أكل كل فصل رح أسوي ما أسميه مراجعة على شرح مفصل يفيدك كلش بس بعد ما تكون أنت متعمق وكاتب ملاحظاتك عن ملزمة رح يكون أكل كل فصل تقريبا من خمس محاضرات إلى ثمون محاضرات حسب الأفصل هذا بالأخير هو اللي رح تقرأ حتى بالفاينل تمام فهذا هو كنظام محاضراتنا عدد محاضرات كلية حتى تعرف ليش رح مرات يكون عندك أربع محاضرات بالأسبوع أنت تريد تكمل منهج وتريد تضبط منهج وبالوقت المحدد اللي يعدني فلازم تتحمل عدد المحاضرات اللي رح تنزل وتحمل تضغط على نفسك خاصة بالأطلة الصيفية هذه كرياضيات كبصورة عامة رياضيات مين يتكون سننجي عليها كنظام كنظام امتحانات نظام هوموركات نظام امتحانات الشهرية شنو شنو معنا وزاريات شنو الطلاب يحشون فتشي اسمه فايل رح تعرف هاي التفاصيل خليكي نجهس على نظام الامتحانات والهوموركات الشي المهم وترى اهم من المحاضرة نفسها دير بالكم بالنسبة عنه بعد كل محاضرة رح يكون اكو امتحان يومي بالمحاضرة اللي نزلت لك يعني خلي نقول مثلا سبت نزلت محاضرة الاحد بدون تبليغ لازم تعرف انه اكو امتحان بالمحاضرة اللي نزلت اذا عدنا اربع محاضرات بالاسبوع اذا اكو اربع امتحانات يومية بالاسبوع زائد ما نتخلص ذنب الاربع محاضرة اكو امتحان اسبوعي تراكمي يعني بدون الموضوع الاربع او المحاضرات العافو الاربع لقد تكون مثلا باربع محاولات ممكن نكون خلصنا في هذا موضوع معين فيكون اكو بي امتحان اسبوعي مو شهر الا امتحان تراكمي بدون المحاضرات الاربع حتى ترجع تقرائها من البداية ويشوف وين الخلال اللي عندك امتحانات هي أكثر شيء راح يفيدك بالسادس زاد راح نشيسك هوموركات بعد ما مثلا خلصنا موضوع كامل اللي هو مثلا XY أو المفروض يكون عندك امتحان شهري فقط بموضوع XY 6 محاضرات مثلا خلصنا امتحاننا يومياتا امتحاننا سبوعي راح يكونك امتحان لازم فقط بموضوع XY بعدها الامتحان بعد الشهر يجي امتحان نصف فاينل أكيد من نخلص نصف الفصل او نصف اي فصل من الافصل الستة اللي عندنا راح يكونك امتحان نصف فاينل يكون مثلا داخل فتسة مواضيع او خمس مواضيع حسب الشابتر اللي عندك بعدها اكيد وراء ما يخلص وينتهي الفصل يكونك امتحان نصف فاينل بالجزء الثاني زائد امتحان فاينل بالفصل كله والشابتر كله كان نظام امتحان يعني معروف هذا النظام عدو الطلاب كلهم كثرة الامتحانات هي اللي بعدها راح تفيدك مو بس تمتحن وتغلط وهي لا تمتحن ما عنديش كال تغلط انت لاني ذات ريد دائما تاخذ عشر متشان جيت اخذت دور احنا ويانا صحيح فبالعكس انا عادي عندي تغلط بس تتعلم من غلطك تكتب اللي غلط بي تكتب وحننبهك علي احنا ان شاء الله المهم كلش حسيني جاء المهم كلش ادنا شغلتين كهوموركات راح نتبعها بغض النظر عن الهوموركات اللي موجودة بالملزمة هذي تنط يوميا يعني وياكل محاضرة خلصنا المحاضرة الاولى اكبر كم هومورك وياها يعطى incomes يتناسب ويا المحاضرة هذا يتناسب ويا سهولة او صعوبة المحاضرة يعني المحاضرة بها فض مثال انت فهمته الهومورك مالت مثالي شبهه بس غير الرقام مثلا مو فت فكرة اصعب لا لانت بعدك هستوقرت المحاضرة فبغض النظر عن الهوموركات اللي راح تعطى وياكل محاضرة هذي يعني هوموركات بسيطة تكون 3-4 مثلة بالمحاضرة الوحدة قدنا كل ما نخلص خلي نقول تقريباً موضوع هاي بصورة عشوائية يعني فتحنا chapter 2 الconic section الconic section شفتوا الفصل chapter الثاني بيقلنا 3 مواضيع الparabola والإلبس والهايبر خلصتنا مثلاً الparabola هذا يسمو الملف الأول هذا كل خطيط رح ينزلك بصورة يعني pdf شن اللي بي هذا هذا بي home work ads رح يشوف pdf هذا بي home work ads خلينا نقول إثرائية شنو معنى إثرائية يعني هي فت أسئلة ما موجودة بالكتاب ولا جاية تقريباً بالوزاري أصعب من مستوى الوزاري مو أغلب الأسئلة لا يعني مثلاً هذا هذا اللي يخص الconic section هذا أول فايل اسميه فايل لأن هذا بالحضور نحن يسأل مناف فايلات وحل مرتب لازم أنت أكيد رح ندقق وراكم يعني أكو باعو بس هذا السؤال الأول بي خمس أفرع يعني هاي مستوى كتاب وزاري جوز هذا مثلاً سؤال الثاني لا هذا صعب صعب احتمالته يجب الوزاري بس حيخليك تفكر ويخليك تشوف السؤال ما الوزاري جداً بسيط تمام؟ كمتميزين هاي الأسنة إن شاء الله تكون سهلة لكم وراح تستمتع شوية شوية تبدأين تقول استاذ ما زالنا ملف استاذ ريد الملف ريد نتقوى المحاضرات بباحدها زاد مو كافية أنا أقول لك لأنه لازم محاضرات وياها امتحانات وياها موركات حتى تحل بيدك هذه ثلاثة شغلات حتى يكون أكو تكامل بالدراسة مالتنا تمام؟ محاضرة باحدها وعوفك وقول لك الله ياك ما تفيدك بس امتحان همينة والامتحان مرات واحد يخاف وممثل ما هذا تأخذ غاحتك كنت قاعد بالبيت ومرتاح وما حد واقف في أقراسك بس رح نطيف فترة معينة مثلا أسبوع أقول لك سلمني هذا الملف لازم ندزل بي دي اف كامل فهذا بي أسئلة بع يعني تقريبا سوف نفوت أو نشوف هذا الملف نوصل للأخير يعني بي تقريبا هذا عشرين سؤال فقط البرابولة عشرين سؤال وكو أكثر بهواية يعني انت انتبهت على السؤال لو بي خمسة أفرع وسؤالك وبي أفرع هواية فتغريبا خلينا نقول ثلاثين سؤال بس على القطع المكافئ البرابولة هذه أسئلة تقريبا هي خارجية بس هي كل شي رح تقويك كل شي رح تقويك وتسهل عليك البعدها شنو كملنا كل شابتر خلصنا الشابتر الأول أو قبل لا أخلص فترة معينة حتى تكون وهي الفاينل أكو عندي ملزمة وزاريات خاصة بالمتميزين بيها وزاريات من 96 لحد 2023 آخر دور كل الوزاريات بيها مال كل الأفصل هاي شنو فكرتها هاي ما محلولة هاي تيجيك ملزمة ما محلولة والأحلى من هذا انه هاي الملزمة يعيس هاي مو المتميزين بس هاي مكتوب بالعربي مو هاي الكتابات الخاصة بيكم انتو قبل لا مثلا الموضوع مع الشابتر الثري هاي هاي فصل ثالث شابتر الثري هذا قبل لا تحل وزاريات الشابتر الثري أو قبل لا تروح على المعدلات المرتبطة بالزمن أكو فتشرح اللي أنت تريده الشرح الملخص مع الموضوع بكل تفاصيل كقوانين وكل التفاصيل فرح تلقى أول شباع خطوات حل اللي نحجيها داخل القاعة مكتوبة بخطيد حتى تكون قريبة لأن ليش نهاية الملزمة أصلا كلها رح تنكتب بخطيدك صح؟ هاي انت رح تحله فحتى ليصر أكوصر تناسق حتى بهاي سالف مفكراني حتى تصر ملزمة مرتبة كلها مكتوب بخطيد الملاحظات اللي باع توضيح كل خطوة هاي الشغلات اللي حجيها داخل القاعة اللي ممكن أنت قاعد تسجيلها ويايا ما رح رحم الله وعدك ما رح تكتبشو ويايا كلها رح تلقى به هاي الملزمة يعني باع الخطوة الأولى نقرأ السؤال المرتبة حتى هاي مكتوبة هاي انت رح تقول لا أنا متميزين وما تفيدني لا بالعكس انت كطالب رح تقرأ المحاضرة رح تفتهمها و تضبطها بس تعل بعد شهرين بعد شهرين انت دقيق اللي سادس عشان شي يقول فأكيد رح تكون هاي الملزمة هي أفضل أفضل شيء أنا مسوي بالنسبة لطلاب السادس هاي كلها تفاصيل مملة القوانين اللي تحتاجة حتى توصل المكان النبع هاي ملزمتكم طبعا هي على Related Rights بس توضع شوية هاي هنا رح تلقى كل الأسئلة المتعلقة بالRelated Rights مكتوبة لك أكيد بالانجليزي زائد الانسر مالتها بس وحاط لك مجال والمجال أكيد يتناسب مع الحل اللي رح تحليه كده أنا حالة بيدي دني كل المواضيع بهاي الطريقة رح تكون هسا Related Rights إذا تجي علي نباوع نظل نقلب رح تلقى ما يقارب الخمسة وخمسين سؤال أو 22 سؤال عفو لي اش وزاري مكرر أكو بس مغير رقم حاط لك يا أنا مغير فتشي بسيط حاط لك يا للسؤال يعني إذا تجي على هذا الموضوع رح افتح كتابك Related Rights الـ Chapter 3 رح تلقى فقط أكو 11 سؤال فقط 11 سؤال هنا رح تلقى تقريبا 52 سؤال بيقيت لك أكو ثلاثة سئلة نفس الصيغة نفس المنطوق بسم غير أرقام صراحة شوفها غير أرقام أحاط لك ياها تحلها رح تتقوى أكثر فهنانا كل التفاصيل اللي رح تحتاجها بقعو هسا مثلا هذا السؤال رح تلقى أكو السؤال يشبهي أكو هنا سؤال هذي يشبهي الفوق فرح تلقى كل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع رح تلقاها بملزمة وزاريات اسمها خاصة بكل فصل هاي تكون فارغة وكيد بنهاية كل فصل أو من تخلص أنت وتسلمون هاي الملازم أكو ملزمة محلولة بخطي دياني حتى تتأكد من نواتج مالتك تتأكد من طريقة حلك هذي تحاول تسويها هاي المصدر مالتك بالأخير مو ملزمتي ملزمتي أوكي رح تقرع عليها بس تختلف عن اللي انت حترتبها بيدك انت رح تكتب الملزمة مرة ثاني بيدك وبكل الأمثلة فتحاول هنا كل الملاحظات تكتبها بغض نظر عن الملاحظات المكتوبة انت ملاحظاتك اللي تحتاجها بكل سؤال فحتكون هاي المصدر مالتك بنهاية السنة ما اعتقد رح احد يحتاج يفتاح الملزمة مالتي لا الملزمة اللي انت سويتها بيدك هي اللي رح تكون أكثر فائدة فهذا النظام اللي رح نتبع كامتحانات وكهوموركات يعني بس ما لزمت التفاضل البحثة بها ما يقارب الميتين وثلاثين سؤال فالسالفة متعبة بس رح تجيب نتيجة بالأخير رح تشوفون نتيجتها بشهر الرابع قبل لا تاخذ المية ان شاء الله رح تشوف نتيجتها بشهر الرابع لان رح تحس ان انت الرياضية الدقيقة واصل المرحلة مضبطة بكل تفاصيل ان شاء الله فهذا نظامنا وهذا الاسلوب رح نتبعه كمحاضرات كامتحانات كهوموركات وان شاء الله بداية خير اياكم وان شاء الله رح نبلش بالمحاضرة الاولى